ترجمة نانسي قنقر متميزا في احترام وتعزيز حقوق الإنسان وذلك بشهادة العديد من المنظمات الدولية التي أثنت على الإنجازات والمبادرة الرائدة للمملكة منها قانون وبرنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة خطوات ومشاريع إنسانية حضارية سباقة سجلها العهد الزاهر والمشروع الإصلاحي لجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمتابعة وتنفيذ من الحكومة الموقرة برئاسة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على رأس هذه المشاريع يأتي المشروع الوطني للعقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة والذان يمثلان واجهة مضيئة لمسيرة حقوق الإنسان في البحرين وتأكيدا على الجهود الوطنية في حماية النسيج المجتمعي وترسيق العدالة الجنائية وردت نصوص في ثلاث أماكن أولا في دستور المملكة وفي ميثاق العمل الوطني وفي المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ومنذ سنوات طويلة البحرين مشهورة عنها أنها من الدول المتمسكة بحقوق الإنسان من بين الأمور المهمة للمراكز الإصلاح نستطيع أن نقول أن البحرين متميزة في هذا المجال وقد سبقت الكثير من الدول مراكز الإصلاح فيها الكثير من النزلاء الذين يتمتعون بحقوق لا يتمتع بها النزلاء في بقية دول العالم وحقوبات البديلة أصبحت من الأشياء التي نفتخر بها في البحرين مشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي انطلق من عام 2011 ركز على الحقوق الإنسان وما يتبع حقوق الإنسان مملكة البحرين غير متخوفة أبداً من تجربة أساليب جديدة في مجال حقوق الإنسان وبالعكس كانت الرائدة مثلاً في السجون المفتوحة وهذا فخر كبير بالنسبة للبحرين ككل وهذا كله بفضل وجهود القيادة الرشيدة بالإضافة إلى أن لوزارة الداخلية وبرئاسة وزير الداخلية الدور الكبير في ما توصلنا إليه من إنجازات كبيرة ومرموقة فيما تتكامل هذه الجهود مع مبادرة فاعل خير التي تجاوز عدد المستفيدين منها هذا العام نسبة 150% عن العام السابق كما يأتي برنامج مكافحة العنف والإدمان معاً الذي يتلاقى مع المعاهدات الدولية والأساسية لحقوق الإنسان ويستفيد من البرنامج أكثر من 136 ألف طالب وطالبة يتلقون دروساً من خلال مناهج فاعلة في تعزيز الثقة بالنفس ومهارات التعبير واحترام الرأي الآخر والقدرة على التعايش السلمي هذا ويأتي دور الأكاديمية الملكية للشرطة من خلال برامجها التدريبية ومناهجها التعليمية في مجال حقوق الإنسان كما يتمثل دور مكاتب قضايا الأسرة والطفل في مديريات الشرطة في المحافظة على تماسك الأسرة من خلال إسرعة الاستجابة والتعاطي بمهنية مع البلاغات ذات الطابع الأسري تم تتشين مجموعة كبيرة من الآليات للحقوق الإنسان للدفاع عن حقوق الإنسان منها الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووحدة التحقيق الخاصة وأيضا هناك مجموعة أخرى من الآليات الوطنية في جميع الوزارات في المملكة وعلى رأسها طبعا وزارة الداخلية التي تمتلك حقيقة مجموعة كبيرة من الآليات الوطنية التي تحافظ على حقوق الإنسان ويضل هذا العمل يحتاج إلى تكاتف الأيدي عامة ويحتاج دائما إلى تتقيف المجتمع وتتقيف القائمين على إنفاذ القانون أيضا لأن المعلومة شيء وتنفيذها شيء يختلف وزارة الداخلية تعمل دوما على خلق المبادرات والبرامج وتطوير قوانينها واتخاذ الخطوات العملية التي تسهم في الحفاظ على مكانة مملكة البحرين المتميزة في كافة المحافل الدولية